اهلا بحضراتكم الجديد وفي البداية اضيف المنورة في السوديو على دكتور عادل توفيق مدير علاج التطبيع والتأهيل من نادي الأهل guys اهلا بك يا دكتور اهلا بحضرتك وأهلا بك، واهلا ب قناه الباتنا الثاني طبعا طبعا حداك يعني آآ.. قبلا طبعا ما تبقى مدير علاج الطبيعه والتأهيل في النادي الأهل اهلاو這一 matar اللي اهلاويice أبت من جد والد، الله welding الرحم المنزل icked وهنا، أبت من جد الهلاويice طبعا طبعا فده اللي هيخلي كمال الحلقة جميلة ان شاء الله دكتور هنبتدي منذ البداية طبعا كان يعني في دائما شكوى مستمرة ان احنا بنتطع نعمل علاج الطبيعي بتاعنا برا والتأهيل برا والموضوع كان بيبقى فيه بعض الامور اللي مكانتش دايما على على اكمل وجه الفكرة جات ازاي وابتدينا امتى الموضوع طبعا هو حضر زي ما انت عارف ان يعني نادي الاهل دايما وابدا له الرياضة في كل شيء وكان من ضمنها قصة العلاج او علاج اللاعبين الحقيقة ابتدت الفكرة من زمان جدا من ايام كان موجود الساد مختار التيتش المدرجات دي كن الزيادة هناك موجودة وابتدينا بقصة معلاج طبيعي حاجة بسيطة كده لعلاج اللاعبين والحقيقة ابتدت يعني على خفيف جدا بالاجهزة التقليدية اللي كانت موجودة وابتدينا في الاخيرة الفترة الاخيرة نحدث في هذا الكلام ونطور فيه طبعا كان مهم جدا ان احنا نشوف الاول اصابات اللاعبين بتتم ازاي ندور على احدث الاجهزة اللي هنشتغل بيها ونشتغل عليها ولغاية ما وصلنا للي احنا هنشوفه دلوقتي والسادة المشاهدين هنشوفوه على التلفزيون كم من الاجهزة الحديثة جدا اللي استعنا بيها في علاج اللاعبين ومش بس اللاعبين والاعضاء كمان صحيح ما دي ميزة كويسة جدا انت مش قافلها بس على اللاعبين ليلا ترامل اجهزة موجودة والدنيا حلوة ليلا ما يبقاش الاعضاء كمان طب خليني اقول انه التطوير اللي حصل هي فكرة قديمة طبعا زي ما حدقت فقدلت وذكرت احنا في الفترة اللي فاتت حصل تطوير انا الحقيقة لمسته حتى بنفسي وانا لما روحت بدأت ازاي التطوير خططت ازاي مشيت على محاور ايه عشان توصل لللي ان شاء الله هنشوفه دلوقتي طبعا هو في اكتر من محور اشتغلنا عليه اول محور هو النهاردة لما اي اللاعب يتعالج في ناديه طب ده هل اأمان له ولا ما يتعالج في عهد الخارجية يبا اذا من ناحية النفسية لازم اوفر الامان النفسي لللاعب انه بيتعالج في مكانه في بيته التاني وكذلك طبعا بالنسبة للأعضاء ان العضو طبعا بيجي فبيتعالج في ناديه اللي بيمكن زي انا بنشوف كلا فيه ناس بتقضي طول الوقت في النادي بيجيب ولادها من المدرسة على النادي بيعملوا هومورك في النادي بيتمرنوا في النادي وكمان بيتعالجوا في النادي بالزبط يعني حاجة ميزة كبيرة جدا فعشان ده كان اول محور المحور التاني طبعا ان في نافقات بتستهلك في هذا الكلام يعني ان جلسات العالج الطبيعي بره مكلفة جدا برضه عشان يبقى النتيجة قدامي طب ما يبقى دكتور النادي هو اللي بيعالج اللاعب وبيشرف عليه وبيتابعه وبيبتدي يشوف ايه المراحل اللي عليك بتاعته والتطور بتاعها كمان ماعمل سيفنجر التايم يعني النهارده اللاعب بدلا ما يخرج بره ويروح يعمل الجلسة ومواصلات ويرجع طب ماهن في مكانه هيتعالج ويقدر يروح تدريبه ويقدر روح تأهيل بتاعه نحنتكلم فيه بعد كده اه موضوع التأهيل يعني ده كان الشق التامي احلى الخاصة